موسيقى السلام عليكم معكم سعاد من قناة سعاد كويزيل اليوم سنشارك معكم خبز البورغر بطريقة جيد مبساطة سهلة بمكونات بساطة متوفرين في كل بيت بدون زبدة بدون بيت وكتحصل على نتيجة رائعة واحد الخبز كما قلت لكم رائع كيجي تطالع وكما قلت لكم مكونات جيد بساطة متوفرين في كل بيت وكيوجدوا في أسرع وقت كنحتاجوهم الصندويتشات المنزيلية ونحن دبا مقابلنا على شهر رمضان ان شاء الله اللي تخلوه نفسها والسلامة خليكم معايا ومع طريقة تحضير المكونات كما قلت شوفوا معايا عندي واحد الكاس مع مرش ديال الحليب دفيتو شوية حين تمزل شوية الحال برد نفس العبار ديال الماء حتى هو وكس مع مرش حتى هو دافي ماء ديال الصنبور كما تشوفوا معايا مكونات اللي اللي غاندير جوج معالق ديال سانيدة معالق عمرين مزيان كبار ديال سانيدة وربعات المعالق كبار ديال عفوان ديال زيت المائدة سافي هادو هما المكونات اللي اندي كما قلت لكم كنحتاج لا زبدة لا بيد فقط غادي نضيف الخميرة الفورية غادي نخلطها معشي شوية الحليب وغادي نضيفها لها الخالطة ده باش يلاعي تفاعل ليه مع بعضياته را خلطها بشوية الحليب باش يعني ما تبقاش ليه محببة ولا الخميرة ماني كتدر مع الحليب حال كايا في الخالطة كون كتير مكاسبوا يش الدوب وغادي نضيف واحد الرسم معلقة ديال الملحة سافي هادو هما المكونات اللي عندي غادي نخلط مزيان ساك يدخلوا ليه شوية المكونات مع بعضياتهم وما كتشوفوا ساهل كما قلت لكم ما كيحتاج تشي عانا وما كيحتاج شي مكونات يعني كتار كل شي متوفر عندك في البيت وغادي تديري واحد الخبز ديال السوندويتشات رائعة صراحة بالنسبة لدقيق غادي نضيف الكاس الاول وهاد الخالط هادا غادي يديلي ها 3 ديال كيسان ونص ديال الدقيق يعني اللي تبعتو هاد المقادير اللي عطيتكم مقادير مضبوطة هاد الخالط هادا غاي هزلكم 3 ديال كيسان ونص ديال دقيق إلي كانت تقيق من النوعية الجيدة اللي كيشرب ديال الحلويات دا بغادي نضيف الكاس ثاني وغادي نخلط شوية بها تطراب اليدوي ما زال ده با كنستعمل طراب اليداوي ما زال عندي الخاليط جاري ما كتشوفو سوف نحاول ندخل مزيان دقيق مع هاد الخاليطة هادا فاتطريقة ساهل كما قلت لكم سوف اخذي ندف دابل كاستالت ديل دقيق وده باوصلة المرحلة غنحط فيها طراب حينت انا كن ارتاح صارحة في باش نعجل نبيديها كنخدم بدي بزاف كنرتاح باللي كنخدم فيدي كالقارحتي ويعني كان بحلقة تقولو كان نضبط الحاجة كان نعجل نبيدي كان اعرف عشنو يعني العجينة واش مدلوكة واش لا واش ماشي بحلقة نستعمل بحلقة تطرب سوفي غادي نعجل نبيديها دابا وانتم ما كن ما كتشوفو مازال خصاشي شوية دقيق مازال خصني نص كاس هو اللي مازال خصني باش العجينة ديالي تجمع اللي يمزيان غادي نضيف داك نص الكاس ديال دقيق غين نص اما يلا دفتو كاس كامير ها غادي جيكم العجينة قاصحة يقدرو هاد الخبيزات هادو يجيو مدقسين اما يلا تبعتو كما قلت لكم هاد الخطوات غادي جيكم وحد الخبز صراحة رائع وغا تشكروني اللي يمتأكد مياه في المياه غادي نجمع العجينة ديالي كما كتشوفو وخا شفتو ها كتلات وكتل سقلية في دي ما تخافوش منها راه مازال غادي تجمع طب في غادي ندوز نغطيها ونخليها ترتاح واحد عشرة دقيق تقريبا حتى كل قلع العجينة ديالي تلقات مزيان وصالحة باش ندلك ها شي شوية مما كتشوفو معايا يدبارها تلقات خليتها عشرة دقيق على ما غسلت يدي شوية ورجعت ليها انتو مشتور ها الجمعات صالحة باش ندلكها وغد ندلك ها شي شوية باش تجي شوية مدلوكا وكيجي والخبيزات ديالها مفشفشين وطالعين وزوين انتو فيصل الوقت سوفي بعض طريقة ديها دليق ديالها وطراحها ما كيحتاجش وقت بزاف خمسات دقيق ما تفوتيش في دليق ديالها حنت كما كتلكم الاخليتوا بحلقة كترتاح ديك عشرة دقايق او وما كاملاش قا عشرة دقايق كتلقوها رتاحت الطرخات كتصلح باش تدلكوها مزيان انتم ما كما شفتوها شوفوا السطح ديالها يعني راه باينة مدلوكا صافي بهالطارقة هادي كما شفتو معايا ساهلة غادي ندوز ده بنجيب صنية ديال فران فين غادي نصيب هاد الخبيزات ديالي غادي ندهنتها بشوية ديال الزيت باش كياخدو داكل لون ديالهم المزيان داكل الدهبي كياخدو من التحت وحتى من الفوق ها نكور بات الطريقة هادي كما شفتو راه يديه مدهنتو ملب الزيت لابتعشي حاجة ما كتلاصقش لمززاف كما كتشوفو بهكايا غا نحاول نستفهم كاملين فهات الصينية اللي عندي راه ادرت معاكم غاي كمية قليلة هاد المكونات اللي عطيتكم وهاد يعني هاد المكونات اللي عطيتكم كيعطيوا تقريبا شي استاد الحبات بهذا الحجم هذا اللي درتعنا يعني انا استاد الحبات جاوني كافيين ماشي بيت نحتفظ بهم كما قلت لكم احنا مقبيلين ان شاء الله على شهر رمضان ماشي بيت نحتفظ بهم ولا اشي حاجة ولكن سافي استعملتهم هاكي غي طيبتهم واستعملتهم درت بهم الصندويش هات درت بهم واحد الهومبركرسال حاجة جزوين هادب ان شاء الله نشاركها معاكم سافي غنكمل الكمية اللي عندي ندرت في هات طاوة هادي اربعات دي الحبات ولكن غي جيوني مزاحمين ضروري خصني ننقصوا حدا ضروري خصني ننقصوا حدا هاد الصيني غتتدي لاغي ثلاثة ونخليهم يخمروا انتم كماشتوا معايا انقصوا واحد الحبات وخليتهم خمروا ها هما الجو يعني بسافي جوهما هادو قاوحت شوية دي سباس بيناتو ما بقاش بزاف يعني كون خليت دوك ديك الحبات الخراي ويكونوا ربعايا غديت يعني كلهم غديت تلاسقوا ويجيوني مزاحمين بزاف الصينيه لهذا اضطريت ان انا غنقصهم در ثلاثة في واحد الصينيه اخرى وثلاثة فاط صينيه اللي كتشوفو اللي كتشوف قدامكم في الفيديو طفي بالنسبة للدهند هنتو بسافار ديال البيض ممكن تضافو علي شي شوية الحليب باش يحيي ديك الزفورية او شي شوية دلماء انتم ما بها الطريقة هادي ساهلة كنحاول نوصل قاعد بيض لدوك الجوانيب باش كياخد داك اللون دابي ديالو وكي يجيوا الخبيزة جوينين صراحة دل الخبيزة اناولا دي كي اكلوهم وخا غيب وحدوهم بحال هكاية وخا غي ما عمرتهمش كي اكلوهم غيه هكاية كي يجيوا كي ما كتلكم فش فشين وزوينين صراحة سافي غادي ندير شوية دل زنجلان وغادي نديرو ما يطيبو ف الفرران ونطلقوهم بعد ما يطيبو انتوما كي ما كتشوفوا معايا رخبيزة ديالي من بعد ما طابوا صراحة جو ونفش فشين كي ما كتشوفوا لاني كنضغط عليهم وكي يرجعوا كي يطلعوا وحتى من الداخل جو زوينين لم زوينتهم واخدوا دا كلوين ديالهم ما بغيتش بزاف نخليهم يتحمروا انتوما كماشتو هذا هو الفيديو ديال اليوم وانتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم وتجربوهم بطريقة ديالي وبالمقادير اللي اعطيتكم كي يجيوا صراحة ناجحين مياه في المياه وان شاء الله نتلقو في فيديو جديد اشتركوا في القناة